بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنتحدث في هذه المداخلة الموجزة حول فرصة المرأة في برنامج المترشح عبدالعالي حساني شريف المترشح عن حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية المسبقة المزمع عقدها في 7 سبتمبر 2024 بعيدا عن المزايدات بورقة المرأة في المواثيق الدولية وغيرها من المحافل نحن في حركة مجتمع السلم وفي برنامج المترشح عبدالعالي حساني شريف نحتبر المرأة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل تماما ليست لا من الفئات الهشة ولا من الفئات الضعيفة بل هي قوية قوية بدورها الأساسي والمحور في الخلية والوحدة الأساسية في تركيبة أي مجتمع وأي دولة وأي أمة ألا وهي الأسرة الأسرة هي الأساس الاجتماعي والثقافي والقيمي التي تبني تبنى عليها المجتمعات والأمم فمتى صلحة هذه الأسرة وهذه الخلية صلحة حاضر ومستقبل هذا المجتمع ومن هنا نجد أن المترشح عبدالعالي حساني شريف في برنامجه برنامج فرصة الذي جعل في خمس محاور واثنين وستين تعهد تبركا بسنة الاستقلال الفترة واثنين وستين وكذلك بالذكرى الثانية والستين للاستقلال التي عشناها منذ فترة وجيزة ففي برنامج المترشح نعتبر بأن المرأة هي نصف المجتمع ومربية النصف الآخر وبالتالي هي كل المجتمع وهي الأخت والبنت والزوجة وهي المواطنة وهي الموظفة وصاحبة المشروع هي الطبيبة وهي المحامية وهي القاضية وهي كل ذلك وبالتالي فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نحتبرها ضعيفة أو هشة ولا بد من تقويتها بل بالعكس هي نالت المراتب الريادية بقوتها وبعزمتها على خدمة الوطن وعلى أن تكون الجزائر في مصاف الدول الأولى تبركا ووفاءا بتاريخ الشهداء والشهدات والمجاهدين والمجاهدات فهي عنصر أساسي في هذا المجتمع ولهذا في المحور الثاني من برنامج فرصة لمترشحنا السيد عبدالعالي حسني شريف لرئاسيات سبتمبر 2024 نحتبر بأنه في المحور الثاني وهو محور خدمة الإنسان وخدمة المواطن رجلا كان أو امرأة تتعهد الحركة بجعل الإنسان رجل كان أو امرأة محور السياسات والبرامج وضرورة توفير البيئة الملائمة لممارسة المرأة والراجل حقوقه وحرياته وواجبته وضرورة تكريس مبدأ مشاركة الرجل والمرأة في إدارة الشأن العام سواء الشأن السياسي أو الشأن الاقتصادي أو الشأن الاجتماعي أو الشأن الثقافي ومن هنا ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في التمكين السياسي للمرأة ومراجعة الترسانة القانونية التي تسمح بمشاركة أفضل وبمشاركة في مستوى نظالات المرأة ومساهمتها الاجتماعية والاقتصادية كما ندعو إلى ضرورة جعل كل مصالح الدولة خادمة للمواطن خادمة لمرأة وخادمة للرجل وعاكسة لإرادته فالمواطن هو العنصر الأساسي في برنامجنا وفي برنامج مرشحنا السيد عبد العالي حسن الشريف مع ضرورة التأكيد على التوزيع العادل للثروات بين كل المواطنين وكل المساهمين في نهضة هذا الوطن وحماية القدرة الشرائية فنحن نلاحظ بأن هناك تراجح كبير في القدرة الشرائية للأسر والناس وإنعكاسها خاصة على الأسرة وعلى المرأة وعلى المجتمع فضرورة إعادة النظر وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة شبكة الأجور وتوفير السكن والتعليم والصحة التي توفر الحياة الكريمة والهانية وتجعل المواطن يحس بكينونته وانتمائه الحضاري لهذه الدولة العميقة ولهذه الدولة السيدة التي ضحى من أجلها أكثر من خمس ملايين شهيد إبان الفترة الاستعمارية في هذا الإطار كذلك ندعو إلى إعادة النظر في بعض القوانين منها قانون مثلا عطلة الأمومة بضرورة تمديد قانون تمديد عطلة فترة الأمومة لأن الفترة التي معتمدة في الضمان الاجتماعية فترة قاسيرة ولا تكفي كذلك ضرورة احتماد قيام المرأة في خلال فترات تربية وفترات احتناء بأولادها خاصة إذا كانوا مرضى وإذا كانوا في وضعية حارجة تقديم عملها عن بعد خاصة مع التطور التكنولوجي والتطور الإلكتروني الذي يعرفه العالم أجمع وفي الأخير ندعوكم أيها المواطنين أيها المواطنات أيها الشعب الجزائري الأبي إلى الانتخاب على مرشحنا مرشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حسني شريف في الانتخابات المزمع عقدها في 7 سبتمبر 2024 وعدم الانجراف وراء الذين يريدون التأزيم ويقولون بأن لا جدوى من هذه الانتخابات بالعكس التوجه الكثيف والقوي نحو صناديق الاقتراع هو الذي سيقرر مستقبل وسيادة الجزائر المستقبلية وشكرا